يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مواجهة قوية أمام منتخب القنغو الديمقراطية في العاشرة مساء اليوم في إطار منافسات دور ثمن النهائي كأس أمم أفريقيا 2023 والمقام حاليا في قرد ديفوار ستكون هذه المواجهة الخامسة في كأس أمم أفريقيا بين مصر والقنغو الديمقراطية حيث تفوق منتخب الفراعن في ثلاث مباريات من الأربعة السابقة مواجهة جديدة يخوضها منتخب الفراعن خلال مشواره في بطولة أمم أفريقيا المقام حاليا في قرد ديفوار بعد تأهله لدور الثاني من البطولة القارية المنتخب المصري صعد إلى دور الستة عشر من البطولة بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد الثلاثين نقاط نفس الوضع أيضا لمنتخب الكونغو الديمقراطية والذي احتل وصافة المجموعة السادسة ويعاني الفراعن من عدة غيابات قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية حيث يفتقد المنتخب لخدمات نجمه الأول محمد صلاح بعد إصابة في العضلة الخلفية دفعته لمغادرة المعسكر عقب لقاء الرأس الأخضر كما يغيب أيضا محمد الشناوي حارس المنتخب وذلك بصبب إصابته بخلع في الكتف خلال اللقاء ويغيب إمام عشور عن اللقاء رغم امتثاله للشفاء بعد إصابته بارتجاج في المخ خلال تدريب المنتخب وذلك وفقا للوائح الفيفا تاريخ طويل من المواجهات ما بين المنتخبين حيث التقايا في 12 مباراة منها 8 مبارايات رسمية وأربع ودية حقق الفراعنة الفوز في 8 مواجهات بينما حسم التعادل ثلاث مبارايات وخسر منتخب مصر في مباراة وحيدة